هذا وكان الفريق سمو الشيخ سبن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد تفقد في وقت سابق أجنحة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب المقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض حيث توقف سموه عند عدد من الأجنحة التي تعرض أهم الإصدارات الأدبية كما زار سموه عدد من أجنحة دور النشر والتوزيع المشاركة سواء العربية أو الأجنبية بما فيها الجناح البولندي ضيف الشرف للدورة الحالية من معرض أبو ظبي للكتاب حيث طلع سموه على ما يقدمه الجناح من إصدارات وكتب وعمال فنية وأدبية تظهر التاريخ البولندي العريق ومسيرته الحالية